زي ما تعودنا كل سنة وكل رمضان نشوف بعض البرامج اللي بتتقمص الشخصية السودانية تحت مسمى الكوميديا لكن الواقع والقاعدين نشوفوا لا يمت الكوميديا بأي صلة هي مجرد عنصرية وتشويه سمعة الشعب السوداني خلصنا من موضوع الكسل طلع لنا موضوع جديد وبالتحديد بمس المرأة السودانية خلونا نشوف الفيديو لا يعني معقول انه ناستماعى ان السودان هي دولة عربية واللغة اللي أنام فيها هاللغة العربية شون اللغة الغريبة ما انت بتتكلمي فيها كما كالإبنانيين عربوا عندهم لهجتهم والخليجيين عربوا عندهم لهجتهم كمان السودانية عربوا عندهم لهجتهم فلين استهتار وصابغى نفسك بلون يعني الانطباع دل بتخدوه في بال الناس انه السودانيين دايما هم من أصحاب البشرة السمراء والنعم في الجميع بس المفهوم ده خاطئ انتو بتمثلوا الشعب بصورة جدا خاطئة بتوصلوها للناس بصورة غلط وصلت فيهم انه يطلع المرأة السودانية بصورة انها بتشب خمر وبتعاكس الرجال ناسين انه المرأة السودانية بقت رمز وايقونا لجميع نساء العالم بانها امرأة حربية ومعلمة ومثقفة ومحبة البلدة والكلام دا احنا ما جبناهم من عندنا كلام دا متداول في الاعلام سواء الاعلام العربي ولا الاعلام الغربي الكنداكا السودانية فيمنا بالملكات النوبيات في السودان قديما ليصبح اليوم لقبا يطلق على نساء المشاركات في التظاهرات السودانية بشجاعة في النهاية نحن ما ضد التقليد ولا ضد الكوميديا بالعكس نحن معروفين ان الشعب جدا صدرا رحب ولكن كل حاجة بحدود وباحترام حابين تقلدونا بحاجة تعكس صورتنا الحقيقية قدام الناس ما تنشر عننا مفهوم خاطئ أو صورة خاطئة